قناة مستديرة الرياضية وكادرها وجميع الاعضاء المتواجدون فيها يقدمون خالص التعازي والمواساة للكبتن عدنان درجال بوفاة شقيقه الحج عصام درجال دعين الباري عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان حساب الدوري الالماني البوند سليفا ينشر صورة يوسف الامين مع لاعب الدوري الالماني المشاركون مع منتخباتهم في كأس اسيا وافريقيا مدرب المنتخب السعودي الايطالي روبرتو منشيني في تصريح صحفي قائلا لم يتوقع احد فوز العراق على اليابان التتويج بكأس اسيا سيكون صعبا بوجود العديد من المنتخبات القوية يضاف الى ذلك المنتخب العراقي الذي كان خارج التوقعات لكن امام اليابان اثبت للجميع انه الافضل التمزق العضلي يغيب اللاعب ايمن حسين عن مواجهة فتنام على ان يكون جاهزا لمواجهة في دور الستة عشر من بطولة اسيا سلامات ايمن نتمنى لك الشفاء العاجل احدى نتائج فوزنا الكبير على اليابان باداء غريب كوريا الجنوبية تنح الاردن التعادل لتجنب مواجهة اليابان الكل يخشى المنتخب الياباني الا العراق فانه لا يخشى اي منتخب في العالم المحلل البحريني حمود السلطان في تصريح صحفي لموقع المستديرة الرياضية قائلا اقدم اعتذاري للجماهير العراقية والف مبروك الفوز للشعب العراقي والمنتخب العراقي في حقيقة الامر هذا الفوز العراقي اثلج قلوبنا واكمل في حقيقة الامر لست انا فقط من توقع ان يخسر المنتخب العراقي امام اليابان الكل كان متفق على ذلك من ضنه ملكتنا نشأت اكرم والكثير من المحللين داخل برنامج المجلس لكن اغلب المحللين قالوا اذا قلنا العراق يفوز على اليابان نحن بلا شك نجامل العراق المنتخب الياباني كبير ولا يمكن لا منتخب عربي ان يستطيع مجاراته يذكر ان حمود السلطان قال لمعرض الكرة العراق لا يمكنه الفوز على اليابان الا باستخدام السحر او ان يتعرض ستة لاعبين من المنتخب الياباني الى الاصابة بذلك يمكن ان نظمن فوز المنتخب العراقي وقال ايضا المنتخب العراقي لو لعب بعشرة مدافعين لم يستطيع الصمود امام اليابان حدد المدرب العراقي واللاعب الدولي السابق صفوان عبدالغني سبب تفوق مدرب المنتخب العراقي فيسوس كاساس في مباراة فريقه امام اليادان في بطولة كأسي اسيا قطر الفين واربعة وعشرين ونجح المنتخب العراقي في ضمان التأهل الى دور السادس عشر من بطولة كأسي اسيا قطر الفين واربعة وعشرين بعد فوزه اليوم على نظيره الياداني بهدفين لهدف اث حملت ثنائية العراق امضاء المهاجم ايمن حسين في المباراة التي اقيمت على استاد المدينة التعليمية ضن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات وقال عبدالغني في تصريح لموقع المستديرة الرياضية ان المنتخب العراقي لعب واحدة من اقوى مبارياته على مر التاريخ اث حقق فوزا مهما على نظيره الياداني باداء مميز وتنظيم كبير وهذا الامر يحصب لمدرب المنتخب العراقي فيسوس كاساس وكادره التدريبي المساعد والتزام اللاعبين بتعليمات الجهاز الفني وتطبيقها بكل حذفيرها ونوه عبدالغني الى ان منتخب العراق ظهر بمستوى لائق وبطريقة مشابهة للتي لعب بها امام منتخبي روسيا وكولومبيا وهذا سبب تفوق خيسوس كاساس في المباراة شاهدنا لمحات تكتيكية مميزة والانضباط العراقي كان على اعلى مستوى الفريق العراقي كان رائعا والجماهير فرحت بهذا الاداء بشكل كبير وارتفع سقف توقعاتها وباتت تطالب بالتتويج باللقب واكمل قائلا الفوز على اليادان سيغير مسار العراق في كأس اسيا الان هو ينتظر افضل ثلاثة منتخبات احتلت المركز الثالث في البطولة بالتأكيد هذا الامر سيسهل من وصول العراق الى الدور نصفا نهائي وربما المباراة النهائية والتتويج باللقب كون الانتصار سينح اللاعبين حافزا كبيرا خيسوس كاساس فخور بلاعب المنتخب العراقي وعقب الفوز قال مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد المباراة انا فخور باللاعبين ودائما ما كنت اضع ثقتين عالية فيهم موضحا لم نحقق سوى الفوز في المباراة وعلينا نسيانها والتفكير في المباراة القادمة امام فتنام ونجح المنتخب العراقي في ضمان صدارة المجموعة الرابع بكأس اسيا قطر الفين واربعة وعشرين بعد خسارة فيتنام امام اندونيسيا بهدف نظيف بالتالي وبغض النظر عن نتيجة مباراته امام فيتنام فان المنتخب العراقي سيتأهل متصدرا للمجموعة بسبب نظام البطولة الذي يعتمد على المواجهات المباشرة وتقام الجولة الثالثة والاخيرة من منافسات المجموعة يوم الاربعاء المقبل اربعة وعشرين يناير كانون الثاني الجار حين يلتقي العراق مع فيتنام على اسناد جاسم ابن حمد واليابان مع اندونيسيا على استاد الثمامة حكيم شاكر في تصريح صحفي قائلا المدرب الاسباني خيسوس كاساس لديه اخطاء كثيرة وفادحة لكن الفوز هو من غط العيوب اول الاخطاء لاعب قلب دفاع اشركه في الوسط وهذا غير معقول بالاضافة الى لاعب ظهير ايسر حوله على الجهة اليمن اما ما يخص المدافع اليمين الان محي الدين لم يشركه ولو مباراة واحد الى غاية الان لو حدث طارئ وحرم احد لاعبين الدفاع من الصعب اشراكه لانه ثلاث مباريات لم يلعب ولو دقيقة وكذلك اللاعب علي الاحمادي من المفترض ان يشترك بالاضافة الى المحترف في الدوري الفرنسي احمد علي هؤلاء لاعبين يصنعون الفارق وانت بحاجتهم لماذا هذا التخاذل واضاف الاتحاد العراقي اعطى كل ما لديه من دعم وتحفيز الى المدرب الاسباني وكادره لم يشهد اي اتحاد في العراق ان قدم هكذا دعم الى المدرب اطلاقا لو كان هذا الدعم في زمني اتوعد الجماهير العراقية والاتحاد العراقي بلقب كأس العالم وليس فقط كأس اسيا احمد الرواس في حديث يوضح سبب توقعه فوز العراق على اليابان قائلا انا عندما شاهدت مباراة العراق امام كوريا الجنوبية الودية اصبحت لديه فكرة بان هذا المنتخب جاهز لمواجهة اي فريق في امم اسيا الفريق العراقية يلعب بروح عالية وفكر كروي متطور جدا صحيفة الغرديان البريطانية تعنون ايمن حسين يصعق اليابان ويأهل العراق الى دور الستة عشر من بطولة اسيا العراق ينهي اثنان واربعون عاما من الانتظار للفوز على المنتخب الياباني حسب نظام البطولة وبعد خسارة فيتنام امام اندونيسيا العراق صعد اول المجموعة بغض المظر عن نتيجة فيتنام العراق يلاقي احد افضل الثوالث من احد المجميع في حال صعود كوريا الاول ستلعب امام اليابان في دور الستة عشر والفائز منهم يلعب امام ايران في دور الثمانية وبهذه الحالة العراق خدم منتخبات اسيا مما جعل كبار اسيا تتقاتل في مبينها مثل كوريا واليابان اشتركوا في القناة